مشروع اصدقى. الاسد عايز ايه? الاسد انتظر العلاقة دي او اتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا. نفسه تتم بقى. ده حاجة هو اشتغل عليها بقى له فترة. ونفسه يوصل لنتيجة مرضية. حقه. نفسه ما يبانش ضعفه. هو حاسس ان هو ضعيف في العلاقة دي ودي مش عادة الاسد. فعمال يكابر ومبين نفسه ان هو يعني تمام. بس هو مهزوز جالد. العلاقة الاراية تنطبق على المتجوزين كمان. يعني المتجوزين شايفيه يعني نفسهم يبنوا ثمار العلاقة دي او الجواز ده. ونفسهم يبانوا ان هم مش فرق لهم وان هم اقوية جدا. شايف شريكو ازاي? شايف شريكو ده يعني صابر او منتظر شيء. اوكي? اا شريكة بقى بصوا الاسد طلع له فاني? نفسه يروضك. نفسه يروضك. اهو الاسد بعينه واقف قدامه. ونفسه يروضك. نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان? اللي لسه ما ارتبطوش. نفسه يبتدي معك عيلة. اللي ارتبطو. نفسه العيلة تبقى بالشكل ده. ابو امت مكان حلو مسامتين بوقتهم والدهم بيلعبوا وراهم. الصورة اللي هي للزواج السعيد. شايفك ازاي? شايفك ما سيطر عليه. بصوا ده قائد العربة هو اللي بيقود المسيرة. تمام? قلنا الموضوع ده بالنسبة للبنات. يحاولوا البنات الاسد. انا عارفة ان ده طبعوكم وانتو مولوديني. بس حاولوا ما تبينهوش او حاولوا تخفوه شوية قدام الشريك بتاعك. لانه ما ينفعش ان انت تسيطري على العلاقة وتمشيها طول الوقت. فهمين قصدي? هي صعبة شوية للاسد البنت. بتعاني شوية مع شركة. بس الشريكك شايفك مسيطرة على العلاقة. والعكس برضو لو الاسد هو الراهل يعني. التقمة بينكم حاجة يعني غريبة للبنت. بس التفسير الوحيد لها انه انتو ادمنتوا بعض. يعني عدتوا مع بعض مدة كافية انو ما تقدروش تبعدوا عن بعض خلاص. ادمنتوا بعض وواخديني العلاقة كده زي ما هي. مش فارق معاك وبعض. يعني هو انت مسيطر عليه مقبر دماغ. مش قادر يبعد عنك مقدرش يبعد عنك او عنك. وخلاص هي كده. متقيدين بسلاسل زي ما انتم شايفين كده. متقيدين بسلاسل لبعض. ما هي فاشتين ببعض. حاجة حيلوقة بدي. الشهر ده. آآ العلاقة قوية. بس هي فيها شوية ايه? يعني انك يعيش مشاعر جامدة كده ودلع وحاجات كده. بس هي قوية. العشرة ما شاء الله يعني واخدها دور جامد ان علاقتكم ما شاء الله ما بتكسرش. ما فيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده بس هي بقى ايه آآ رومانسية شوية. لأ في رومانسية كتير. ده جاد? والله يا ما مركزة خالص يعني انت مركزة انا بقول ايه? بس تشوفي بقى الوضع ماشي معاته ازاي? كمال مدة صغيرة في حد هيقدم لحد حاجة. الشريك حد من الشركة يعني حد هيقدم لحد حاجة. حاجة حاجة حلوة. حاجة هو كان منتظرها وكان نفسه تتم. بنتكلم في فغوصون شهرين. ان شاء الله. حاجة هو كان مستنيها. يمكن ده يكون الحاجة اللي كان الاسد مستنيها بقى له فترة ونفسه نفسه تتم على خير. القراية تحفة. انا اول يعني اشوف الكرت ده بالطاقة ما بينكم. انتو ادمنتوا بعض يا جماعة. انتو متعرفش تتهم عن بعض ثانية. آآ اراية حلوة قوي قوي للعلاقة العطفية. لجد. ما شاء الله عليكم. حاجة طفل. اوكي. تعالوا نشوف ايه الاخبار. العقرب قامتة. نبيلة العقرب لسه متقلق قريب. هتلاقيه موجود في الصفحة. هو اللي على طول. تسيبنا. معلش معلش معلش. يعني تلاقي بس هو ما اللي في الصفحة اللي جادي اكتر. معلش. آآ. اسلام. انا كل يوم بقو بقو برج واحد بس. النهاردة بدور على الاسف. كتير قوي. شكرا يا مونا. شكرا حببتي. وانا بحبك يا سلمة جدا. والله فعلا تناني يا ابو خالد. اوكي. ايوة زي ما قالوكو راشد. يا بناتي وياولاد. يلا. اوه. تمام. تمام. دي المجموعة الاولى يا هادير اللي هي بجبتدي من اتنين وعشرين يونيو لحد تلاتين او واحد تلاتين يونيو لو هو واحد تلاتين يعني. آآ علي اخاتم سليمان. اوكي ماشي يا مروا. يعني كلنا مستنين. الموضوع صعب جدا ليه? ده الموضوع جميل انا شايف الموضوع حلو قوي. اوكي انا باهرب. بتهربي من ايه يا لينة? زيك يا لينة. حقا ما ادري يا سيدي الكارف لاني عندما شايفت ايه في حياتك عباني جدا مكلمتك يا سوفي. هتحب لك لحبيبتي كارف. بعد ما بخلص القريات كنا هتبقى في اخر لايك كده عشر دقايق نسحب كروت. ودي لي الموضوع واتحب لك كارف. طيب يا هشام بشكرت على المصيحة. آآ ويعني خليها لك. انا جوزي حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش صفحة من الفترة دي. الشهر ده. الشهر ده انا مش اي فتحسن والله اعلم يا رب اكونوا غلطانا وربنا يبزقكم من واسع ان شاء الله. مسلا بنطلع ليه في الكارت ده. انا ساري. اوكي. اوكي. هو ما بيرجع الشريحة هنشوف يا هدي فيه رجوع. لا لا. على فكرة الكارت الاخيرة اللي قلت انه حد ان هو بيقدم لشريكه حاجة ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل الانتصال بتاعي. بشكرك يا ماريام كذب المجومة واصلتك بتاعي. مرسي يا دودو. مرسي يا روح قلبي. حاجة مخوفين هي هانتصر عليها طميمة. حاضر يا ماروة. تلي مكسح بشكرك يوسف. حقيقي مرسي يا مامة لوي. طيب خلينا نشوف بقى ايه المدموعة التانية. المدموعة التانية بتبتدي من واحد حد عشرة اغسطس. المدموعة التانية ان شاء الله فيها تطور مجدي. بس بعد شوية معاناة. اوكي. طيب لا نشوف. يا ربي يرقط 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 على قرع. الاسد ان شاء الله جايله ام مكافأة تعمله او فلوس كان مستنيها في السورس. حد يضي له فلوس. حد بيضي له فلوس. هدى يضي له فلوس. اب ام تبدي لولادها. فلوس جاي لك من حد. او حد زوف يعني مقام مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي. فيه بيد رزق جديد او رزق من حيث لا تحتسب. حاجة ما كنتش عامل حسابك عليها. فلوس انت ما كنتش عامل حسابك عليها. ان شاء الله جاي لك. بلاش نسميها فيه. خليها نقول رزق. ورزق ايه اشكال كتير. المهم انها حاجة جاية من عند ربنا وهديف وقتها. كويس? وهنقول ده الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجة حلو افضل. الحالة ده لسه طلعة نزلة. مش مش مستقرر زي ما انتم شايفين. خلي بالك من صرف واعمل خطة وما تصرفش غير في الحاجات المهمة فقط. طيب. فيه زراعة هنا داير. فيه حالة دفع عن النفس. الاسد بيدفع عن نفسه في حاجة حالة بيتهمك بحاجة وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا. او حالة منافسة شديدة جدا. اوكي? اذكرت ده نصيحته ليه? اسبك مكانك يا اسد. يعني واكسب ارض. اكسب ارض ما تترجعش. لو كسبت معركة كملي. تتعبش وتقضي. يعني هتكسبها ان شاء الله هتكسبها. في عندنا موت لشيء. وولادة شيء جديد. موت لشيء مش موت شخص خالص. خالص. مش شرط خالص. موت شخص. بس ده مفروض ده الموت جاي. هيقضي على حاجة باي باي. بس فيه شمس طلع وراه. يعني مجرد ما الحاجة دي هتموت. الشمس هتطلع بعدها. في حاجة جديدة هتظهر ما كده. الموت ده ممكن يكون موت معتقد. ممكن يكون موت فكر. موت عاطفة. في حاجة عندك هتروح. ويحل محلها حاجة تانية. في عملية تحول هتحسن. قصارها عليك. هيكون انك عايز تبعد عن المشاكل كلها. هتبعد عنها تديها دهرك. وتمشي. الكارتة ده كمان آآ ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك يا اسد انه انت الامان ليها. وانت اللي لازم توصلهم تعدي ليهم لبر الامان. في مسئولية عليك. او انك انت زي ما قلت لك خلص قررت تبعد عن المشاكل. وتمشي. بشكلك مش هتمشي بس وتبعد ده. فيه سفر. انا شاف انه فيه سفر. سفر طويل. هتبتدي حاجة ليدك خالص. طيب. تطور مادي. ان شاء الله. هيحصل. ابتكر ده نتيجة السفر. انت هتعمل حاجة. شكلك هتعمل حاجة. هتعمل حاجة مختلفة. حاجة انت ما عملتهاش قبل كده. الحاجة دي هتخلي عندك الحالة المادية تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حالة دفاع من نفس زي ما قلت لك. حالة تحول. هينتج عنها ندم. هتبقى ندمان. ابتكر انا عرفت ايه. ايه اللي هيموت. ثقتك في شخص معين. في شخص معين انت هتفقد الثقة فيه. وهتنغمس فيه ذاتك وهتبقى يعني حدا بتاخد جنب ومش عايز يعنيش هتتكلم حد ومش عايز تشارك حد همومك ودي عبا في اقتل بتاخد جنب تحبش تشارك حد همومك. ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني. فانت حاسس بخزي وحاسس ان انت اتغادر بك. ماشي. سوري. بس ده اللي انا شفته. يا رب اكونوا غلطانة. بس الحاجة الحلوة بقى. الحاجات الحلوة سينقعدها عليكم. ان شاء الله فيه مبلغ مليه حيجلنا. فيه رزق حيجي من ربنا. حاجة انت كنتم استمعها هتيجي في وقتها ان شاء الله. الحالة المادية بس مش كتير. حسن وهتستقر. تي حالة استقرار. اكتر منها حالة تطور. حالة استقرار مليه. كويس? فيه حرب دايرة. فيه حمالية تحول هتحصل. هينجم عنها. دي ما تقول صدمة بسيطة كده. زعلها هتبقى مصدوم شوية. واخد جنب بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي. سنواتسك.